الى الان تشكلت حكومة لا احد يعرف من هي الكتلة الاكبر فعلا وبذلك احنا الان نريد من هو المذب بهذا والله من المذب حتى نروح المحكمة التحادية ها؟ محكمة التحادية محكمة التحادية عتنص دستوري محكمة التحادية اللي انطلعت اكثر من تفسير ولا قدرت تتخذ قرار المحكمة التحادية هي المسؤولة من زمن المالكي لومك هذا هي كانت تفسر الامم من صارت ايات علاوي وصارت المالكي ايضا كانت اجهة خطأة ارتكبت انه تشكيل كتلة الاكبر بعد ان كانت كتلة علاوي اكبر ثم اتخذت قرار ثاني في زمن العبادي اختلفت ايخي المحكمة التحادية انت كيف اقرح ايضا قرارها انت يا دكتور عدنان كوة سياسية بهذا النوع تحسب مصالحها وتطوع الدستور وفقا لاجنداتها وبالتالي كيف ممكن ان ترتجي منها ان تتفق في لحظة تاريخية ان تتفق على مرشح الا منها ما راح يتفق بمرشح هم تمسكوا بالدستور والقانون قالوا هو هذا احنا الكتلة الاكبر